شاهد دينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك بسانتا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية لمشاركة في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة قازان وهي القمة التي تشهد للمرة الأولى مشاركة مصر كعضو في التجمع منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الجاري وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع وسوف أيضا تتطرق كذلك مدخلات الرئيس إلى قضايا غير المناخ وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع كما سيشارك الرئيس السيسي في قمة بريكس بلاس التي تضم بالإضافة إلى دول الأعضاء في بريكس الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع وأضف المتحدث أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس الروسي بلاديمير بوتين وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كشف مصدر رفيع المستوى أن مصر ترى ضرورة عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة وكانت مصر قد أكدت مرارا ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لإنهاء معاناة المدنيين يتوجه وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل ودول بالمنطقة وذلك للمرة العاشرة منذ بدء العضوان على قطاع غزة في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق نار في القطاع وأفدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة وسيبحث خلالها بلينكين أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الغرب مخيم جبالياوة في مناطق متعددة شمال قطاع غزة وأفدت مصادر طبية فلسطينية بأنه 41 شخصا استشدوا وأصيب العشرات من المدنيين في غارات إسرائيلية على القطاع وضحة أن 33 شهيدا منهم في جباليا كما أكدت مصادر أن الجيش الإسرائيلي واصل حصار مراكز الإيواء في قلب المخيم وأن قوات الاحتلال تجبر النازحين في مراكز الإيواء على المغادرة إلى مدينة غزة وتستهدفهم أثناء خروجهم من تلك المراكز أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع عسكرية الاحتلال في شمال إسرائيل برشقات صاروخية وأوضح الحزب أنه شن هجمات على مواقع في الجليل المحتل فضلا عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بمنطقة عديسة وكفريكالا وبلدة مركبة بقضائف المدفعية كما أكد الحزب أنه استهدف قوات الاحتلال أثناء محاولتهم إجلاء جنود وجرحة وقتلة في الأطراف الشرقية لبلدة مركبة جنوب لبنان وكذلك شن الحزب هجمات على عدد من المستوطنات الحدودية والداخل الإسرائيلي أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمح إلى موافقة ضمنية ودعم صريح لعدوان عسكري إسرائيلي غير قانوني على طهران وذلك على خلفية تعليقات بايدن في ألمانيا الأسبوع الماضي وذكرت البعثة في رسالة إلى مجلس الأمنة للولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن دورها في الإثارة والتحريد والتمكين لأي أعمال عدوانية من إسرائيل على إيران بالإضافة إلى التبعات الكارثية على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية تحت عنوان فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية كما نظمت الوزارة جلسة حوارية أخرى تحت عنوان التنمية البشرية وتعزيز العمل الجماعي تناولت عدة نقاشات شملت حقوق الإنسان وتحديات القضية السكانية وضرورة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وكذل اثثمار في رأس المال البشرية تعمدت الشمس على وجهة مثال الملك رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس بمعبده الكبير بمدينة أبو سنبل جنوب أسوان وتتكرر تلك الظاهرة الفلكية الفريدة مرتين خلال العام يومي الثاني والعشرين من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير حيث حضرها اليوم أعداد تجاوز ثلاثة آلاف شخص من المصريين والسائحين الأجانب ختم مجزءات تاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر